هذا الشخص اسمه رايموند عباس نيجيري يعيش في دبي عمره 38 عاما وهو ثري جدا ومشهور على انستجرام أيضا باسم هاش باقي يتابع أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف شخص لكنه الآن في قبضة الشرطة بتهمة الاحتيال ما هي قصته يعرف رايموند نفسه بأنه مقاول عقارات ويعيش حياة باذخة ينشر تفاصيل حياته المترفة على انستجرام ليسحر متابعيه مثلا عندما يتناول الطعام والفاكهة في طائرته الخاصة أو عندما يذهب إلى بلته مستقلا الهليكوبتر لأخذ أصدقائه إلى حفلة كذلك لا ينسى الرجل أن يعرض ما يشتريه من ماركات فخمة ويتباهى بسيارته الرولز رويس والأشياء التي يقتنيها أو اشتراها بحسب صحيفة دانيشن ناجيرية اشتبهت السلطات الشهر الماضي السلطات الأمريكية اشتبهت بهاشبابي كذلك بأشخاص آخرين معه وراء اختراق نظام البطالة وكذلك باستخدام بيانات العاطلين عن العمل لتقديم طلبات مساعدة مزيفة والاستحواذ على أكثر من مئة مليون دولار بطريقة احتيالية كذلك ذكرت صحيفة دانيشن الاماراتية أن هاشبابي مطلوب في كل من أوروبا الولايات المتحدة من نانجيريا بتهمين تتعلقوا بالاحتيال وقالت الصحيفة أن شرطة دبي قبضت على هاشبابي وعلى اثني عشر آخرين بتهمة الاحتلال أو الاحتيال على أشخاص وشركات عن طريق الانترنت وأنهم حولوا للنيابة العامة للتحقيق معهم مصدر رفيع في النيابة العامة قال لصحيفة دانيشنال في هذا الصدد أرسلوا رسائل من عنوين بريد إلكتروني مطابقة لعناوين الشركات الشرعية مستهدفين عملاء هذه الشركة وتحويل أموال لأنفسهم المعلومات الأولية تشير إلى أن رايموند عباس كان جزءا من العصابة التي حصلت على أموال وسيارات من الضحايا بطريقة احتيالية تم أخذ إفادته وهذه هي بداية تحقيقات النيابة العامة كذلك ذكر الصحف الناجيرية أن شرطة الانتربول أكدت توقيف هاشبوبي وطلبت ترحيله إلى ناجيريا وقالت وقال المفوض السامي باسمها في ناجيريا غاربا عمر قال نعم لقد تم توقيف هاشبوبي من قبل الانتربول ونعمل على جلبه إلى ناجيريا لمواجهة اتهامات الاحتيال بعض الجرائم ارتقبت هنا في ناجيريا وهو ليس وحيدا بل معه متواطئون في ناجيريا ونحن نتعقبهم شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها وتعليقك عليها